طيب لما بدأت التكتب اخترت عالم الرواية يعني كيف يأتي هذا الاختيار؟ هي مش بقانش بمزاجة بصراحة هي كانت يعني انتعرفة مش عاوزه علميا يعني هو نفسيا كل واحد مؤهل لحاجة لكن الظروف هي اللي بتساعده بتطلع يعني فيه مؤهل الإجرام مؤهل الحرب ومؤهل لكن الظروف اللي بتساعد يعني فانا الظروف اللي عاشت فيها الحكايات اللي كنت باسمعها لأنه مولود في كرموز وكرموز حي غرباء وكان فيه ترية المحمودية وكنا بنلعب كرة عليها وحنا صغرين كرة شراب ونقعد مع المركبية يعني كنا حكايات كلها خرافات يعني فالحكاية مشيت معايا بالإضافة للمدرسة المدرسة الزمان وأنا كنت مدرسة حكومة يعني مش مدرسة غصة يعني مدرسة الأببالي الإبتدائية وبعدين مدرسة الطربي الإعدادية المدرسة الزمان كان فيها حصتين قراءة حرة نروح المكتبة نقعد حصتين نقرأ من غير مش هينتحن فيهم فبدأت قرأ في رواية الأطفال والفتيان يعني والأطفال خدت من الرواية أكتر يعني خدت من الرواية أكتر يعني حضرتك طبعا بتشير لشيء مهم جدا جدا إنه المسألة ممكن يعني الموهبة يتم تنميتها منذ الطفولة بالضبط المهم المناخ المهم المناخ يعني مثلا المدار الزمان أنا كنت يعني لم أحكي مرة كنت بحكي زمان في الإزاع زمان مزيعة حايتلي أنت كنت مدرسة أجنبي قلت لها الله مدرسة عادية جدا يعني لدرسة أباري دي كان بتعمل لنا رحلة كل يوم جمعة لسينما في ريال والاشتراك ثلاثة ثلاثة سياغ بالسكندراني أو ثلاث قروش التذكرة ساعتها كالتسعة سياغ للدرجة الأولى إحنا اللي تفع ثلاثة سياغ ويدونا سندو تشينجي من رومي ويجو أوتوبيس بيدوريني أخدنا نجمع في المدرسة ونروح نشوف فيلم زي الوسطة الخالية أو زي أفلام فتر حمامة وغيرها وعمر الشريف وغيره كل أسبوع اللي عاوز يشترك يشترك بالثلاثة ساعة دول بس يعني عارفة وتذكرة وأكل كل أسبوع طبعا كان في ناس أنا كنت أبويا يدينا أشتري كل أسبوع في ناس من درسة رحل كل أسبوع غير إن كمان بس رحست الأشغال كانت المكان اللي بيعمل فيه رسمه واللحطه وكده في الإعداد الطهر بين بيعرضونا فيه أفلام عربية نشوف فيه أفلام طبعا ده اختفى فأنت يعني أنا فاكر في سنة أقول أعداد دي طلعت الأول على الفصل في عيد العلم وزعوا هدايا ادوني إيه الهدايا ثلاث أربع كتب عن التاريخ العربي الأدبي وتلاث أربع مجلات قديمة كما تطلع في مصر في العشرينيات روحت البيت يعني كل دوء والتفؤول أعدادي دي الهداية كتب لطبع حصينا عن تاريخ الأدب العربي ومجلة المختطف في أول طبعتها كانش بلش ميل في أول قرن العشرين روحت البيت أفتح المختطف دي وأنا عندي 13 سنة ألاقي مقالة عن نكشة ومقالة عن ساقان سارتر ومقالة عن كازا أندريج إيدو لا في عالم تاني حضرتك بتوجه طبعا لأهمية التعليم ومعه الثقافة من الصغر بالزبط فده اختلف الوضع ده طبعا دلوقتي يعني ما كناش يعني كنا لما بنزوغ المدرسة بنزوغ من باب الرزالة لأن المدرسة فيها ملعب كورة وملعب باسكت وملعب فولي وملعب بنجبونج فيها كل حاجة بس كنا من باب الرزالة نزوغ عشان نروح السلمة لكن طبيعي مش عاوزين نزوغ كل حاجة وجودة في المدرسة طبعا اختلف ده انا روحي بقى مالة للكتابة يعني يعني القراية الكتير دي خلت روح الحب القراية خلناني احب اكتب يعني انا فاكر وانا فتاني اعدادي لما اردت رواية اسمها السياد التاة كان كتبها محمد سعيدي الاريان فالصياد تاة في الصحراء رواية اطفال او فتيان يعني فانا عيط فجاني مقامين المكتبة طبطب عليها بتعايط لي ابراهيم طول الصياد مش لقينه قال لي انت مسادة ابراهيم بدي تأليف فتولي يعني ايه تأليف قال لي ده خيال المؤلف يألفه مش حقيقة فانتبعت بدأت أألف من هذه البداية أألفه ولنفسي وشيله يعني كل مرة رواية أعمل زيها كل مرة رواية أعمل زيها بغاية ما اكتشفت الكتابة لها طريقة في مزاهب أدبية وفي تاريخ في النقل الأدبي وفي حالة اسمها الكلاسيكية والرومانتيكية والواقعية والواقعية الجديدة وده لست بقى